الترويح وغيره فهي ازاي تستعيد الروحانيات دي فتستعيد عن ده بالتلفزيون تجيب قناة دي فيها مكة واجواء مكة وتلاوة القرآن وتصلي وراه هل ده يجوز؟ مفيش مانع يعني يعني احنا بنفرق هنا بين شيئاً يعني ممكن ايه في فرق بين ان انا اصلي وراه التلفزيون هي بتصلي وراه وبين ان انا احط المصحف قدامي وصلي واقرأ الايات التي يقرأها او استمع وانا انظر في المصحف الى الايات التي يقرأها امام الحرم فانا في الحقيقة اقرأ وفي نفس الوقت اتدبر واسمع نفس الايات التي يقرأها امام الحرم واذا ركع خلاص وانا بصلي مع نفسي فدي هنا ايه موافقة صورية وليست ائتماما بامام الحرم فده جائز مفوش حاك اشتركوا في القناة شكرا